أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن لقاءه مع مستشار النمسا كارني هامر كان فرصة جيدة للتشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وخلال مؤتمر صحفي مشترك أشار الرئيس السيسي إلى أن اللقاء تناول الأزمة الأوكرانية لفتا إلى الحرص على استعراض رؤية مصر إزاء عدد من الملفات الإقليمية المهمة ومن بينها تطورات المشهد الليبي والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة فضلا عن مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان ولقد تناولنا في هذا السياق استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية بما لها من تداعيات سلبية على السلم والأمن الدوليين واستقرار أمن الطاقة والغزاء عالميا وهي التداعيات التي عانت منها ولا تزال الدول الأقل نموا وبما أضاف للأعباء الصعبة التي تتحملها لتحقيق متطلبات التقدم الاقتصادي والتنمية المستدرية ولقد أوضحت للمستشار نهايمر أن مصر من منطلق تمسكها بأمية تحقيق السلم والأمن الدوليين تواصل الدعوة في اتصالاتها بكافة أطراف الأزمة إلى تغليب لغة الحوار والتوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء السراع في أقرب فرصة حرصت كذلك خلال المباحثات اليوم على استعراض رؤية مصر إذا عدد من الملفات الإقليمية المهمة والجهود التي تبذلها مصر لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في إقليمنا حيث تطرقنا إلى تطورات المشهد الليبي والقضية الفلسطينية وقضية السد النهضة فضلاً عن مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان مع تأكيد حرص مصر البالغ على استعادة الاستقرار هناك والحفاظ على مقدرات شعبه الشقيق